موسيقى السلام عليكم كل العالم يتحدث لغة واحدة هذه الأيام بدءا من الغد الغالبية العظمى ستضبط الساعة على السابعة بطوقيت جرينيتش حتى ساسة العالم سيأخذون ما يشبه الإجازة هي كأس العالم في البرازيل حلم ننتظره جيل ذهبي لإثبات نفسه ميسي رونالدو نايمار سواريز روني وغيرهم في برنامجنا ميدان المونديال سنقدم إليكم أمورا لا تلاحظونها أحيانا ولا تلتقطها الكاميرات حين آخر كيف تتفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي وما الذي سيكتبه اللاعبون على حساباتهم الخاصة وفي الحلقة الأولى من ميدان المونديال بعيدا عن الفنيات سنغوص في تفاصيل استعدادات بلاد السنبا لاستضافة العرس الكروي العالمي روح المونديال مفقودة قبل يوم واحد على الافتتاح ما هي تقنيات التحكيم الحديثة المستخدمة في مونديال برازيل وممثل العرب الوحيد بات جاهزا لرفع الرايا مونديال من نوع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وأيضا وفي حلقتنا مونديال كرة القدم تحت الماء فكرة قد تصبح حقيقة كذلك سنرى من كان الفائز في مباراة بين الفيلة والطلاب موسيقى مشاهدين الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين حيث تتابعون كل جديد عن أخبار المنتخبات في المونديال إضافة إلى التقارير النوعية التي ستظهر في البرنامج وننتظر مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي سبورتز أت الميادين دوت نت ولمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقعنا عبر الإنترنت الميادين دوت نت يسرني أن أصطديف في هذه الحلقة الزميل شاربل كريم المتخصص في كرة القدم العالمية أهلا وسهلا فيك شاربل أهلا سيرافقنا على نحو مستمر للتعليق على أهم الأحداث من وحي فكرة البرنامج بعيدا عن الأمور الفنية والتكتيكية كذلك سيكون معنا من البرازيل والدول العربية والأوروبية ضيوف يتناولون المونديال من زوايا متنوعة وقبل أن نغوص في الحديث مع شاربل وضيوفنا الكرام سنكون مع تقرير حول أجواء البرازيل قبل يوم واحد على حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين كرواتيا والبرازيل يعتبر المترو وسيلة النقل الرئيسية للوصول إلى ملعب أرينا كورينثيانس حيث افتتاح المونديال خمسون ألف مشجع سيستخدمونه ليكونوا ضمن ثمانية وستين ألفا سيفترشون المدرجات عمال وموظفو المترو نفذوا إضرابا جزئيا يشمل خمسة خطوط في مدينة ساوباولو ما تسبب في اختناق مروري وحوادث في أحد محطات كبرى مدن البرازيل مشهد طغى على ما عداه فزاد من قلق كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعرس العالمي خوف وترقب يجعل روحية المونديال شبه مفقودة مع زيادة معدل السرقات في الأيام الأخيرة واستعانة الشخصيات الكبيرة بمرافقين دائمين أجواء دفعت اللجنة المنظمة إلى تعديل غير مسبوق سيخلو حفل الافتتاح من أي خطابات سيقتصر على الغناء والحركات الاستعراضية تقديم وفود المنتخبات لخمس وعشرين دقيقة فقط ترغب الرئيسة دلماروسيف بتفادي أي صفيرات استهجان قد تطلق ضدها أثناء إلقاء كلمتها على غرار ما حصل في افتتاح كأس القارات العام المنصر أكثر من 300 عامل يصلون الليلة بالنهار من أجل استكمال أعداد الملعب فنيا دخل البرازيليون تحت وطأة الضغطات أيضا لأن مباراة الافتتاح لها حيثيتها وقد ساد الحزن معسكر المنتخب البرازيلي بسبب وفاة ابن شقيقة المدرب لويس فليب سكولاري كما انزعج عشاق السلساو من تسمية الحكم يويشي نيشيمورا لقيادة المباراة اعتبروا أن الحكم الياباني لا يمثل فأل خير عليهم خصوصا أنه قاد ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا عندما خرج الأصفر أمام هولندا أخيرا لتبدو أجواء الفيفا مريحة أيضا في ظل حملة أوروبية شريسة على رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر في محاولة للثنيه عن الترشح إذن نجاح مونديال لبرازيل هدف متعدد الجوانب رئيسة لبرازيل روسيف تريد الكأس للبقاء في موقعها وكذلك رئيس جمهورية الفيفا وننتقل مباشرة إلى البرازيل ومراسلنا هناك علي فرحات علي أولا مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا لو تصف لنا الأجواء علي عندكم قبل ساعات على انطلاقة العرس العالمي يعني بالحقيقة البرازيل تتحضر اليوم بشكل جاهز جدا بعد كل هذه الأجواء السلبية لفرطها الإعلام وخصوصا من الإعلام الأوروبي الذي وجد له ساحة واسعة في البرازيل خصوصا بعض التحديات الكبيرة التي شككت في إمكانية أن تنظب البرازيل هذه المناسبة البرازيل تتجهز الآن وهي على كامل الاستعداد بعد أن تمت سيانة جميع الملاعب وتأمين البنية التحتية اللازمة لتنظيم كأس العالم علي ماذا عن عمال المترو؟ هم علقوا أضرابهم بالأمس ولكنهم توعدوا أنهم سيعودون إلى هذا الأضراب يوم الافتتاح يوم الغد في حال لم تنفذ مطالبهم ماذا عنهم عن عمال المترو علي؟ يعني بالحقيقة من يحسن في هذا الأمر هو المحكمة محكمة العمل العليا والتي وصفت ما يقوم به عمال المترو بأنه ابتزاز في هذا ظرف الحساس وبالتالي فإن القضاء هو جهة مستقلة في البرازيل ودائما ما يلجأ إليه القطاعات العملية وبالتالي فقد حذرت المحكمة العليا للعمال حذرت قطاع عمال المترو بأن التوقف عن العمل يعتبر ابتزاز وهو غير مطبول وبالتالي فإن المحكمة ستغرم النقابات العمالية مبلغ خمسمائة ألف ريال برازيلي ما يقارب المتين وعشرين ألف دولار يوميا من المقرر أن تجتمع النقابات اليوم لتحديد ما إذا كان يوم غد هو يوم عمل طبيعي أب لا ولكن كل المؤشرات تشير إلى أن الأمور ستسير بشكل طبيعي خصوصا بعد أن تدخلت المحكمة يعني على أمل أن لا يكون هناك أي مشاكل غدا في يوم الافتتاح وأن يكون هذا الافتتاح كما قالت رئيسة البرازيل دلما روسيف سيكون افتتاحا تاريخيا لهذا المنديل ستبقى معنا من البرازيل وننتقل إلى شربل شربل برزت هذه الاحتجاجات مؤخرا في البرازيل ما سبب هذه الاحتجاجات الطارئة على البرازيل؟ بطبيعة الحال ليست بالاحتجاجات الجديدة منذ العام الماضي حوالي 700 تظاهرة جرت في البرازيل بخصوص مشكلات عدة البرازيل تعاني كثيرا على الصعيد الاجتماعي هذا ما أظهرته الاحتجاجات المختلفة 2600 شخص تم القبض عليهم خلال هذه التظاهرات ما يعني أن هذه التظاهرات كبيرة البرازيل تعاني مشكلة تحديدا في البناء التحتية في بعض الخدمات الاجتماعية أن كان على صعيد الطبابة أو على صعيد التعليم هذا الأمر حاولت البرازيل لمعالجته في الفترة الأولى من ولاية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بين عام 2003 وعام 2011 حاولوا تذويب هذه المشكلات ضمن هذا الإطار لكن الأمور أصبحت أبطأ في الوضع الحالي في ظل النمو البطيء للاقتصاد البرازيلي وهذا الأمر نلمسه حاليا من خلال الاحتجاجات حول استضافة كأس العالم مع أن خبراء الاقتصاد يؤكدون بأن من صرف على كأس العالم حوالي 11 مليار دولار لاستضافة هذه البطولة ليس له التأثير الكبير على الاقتصاد البرازيلي أو على الأجواء المعيشية شربل هل صحيح أن هذه المشاكل وهذه التظاهرات التي شهدتها البرازيل مؤخرا ستؤثر على أجواء المونديال البرازيلي بشكل عام؟ يعني يمكن إجراء نوع من المقاربة أو إعطاء مثل مشاهدنا في العاصمة اللبنانية بيروت في الأيام القليلة الماضية حول الاحتجاجات لأسباب مطلبية مشابهة من النقابات رأينا تأثيرها على البلاد بشكل أو بآخر فكيف بالحال بالنسبة إلى بلد يقف على أبواب استضافة كأس العالم؟ أعتقد أن التأثير سيكون بشكل أو بآخر وخصوصا في حال نفذ عمال المترو أو أي قطاع في المواصلات اعتراضات أو إضرابات معينة ونحن نعلم أن البرازيل أو المدن التي ستستضيف كأس العالم هناك مساحات متباعدة مساحات شاسعة المشاجعون حوالي نصف مليون مشجع سيصلون إلى البرازيل لمتابعة منتخباتهم سيحتاجون إلى كل قطاع المواصلات من المترو ومن شركات الطيران أيضا وسط المسافات المتباعدة على كل حالة رئيسة البرازيل دلما روسيف ردت بالأمس وبقوة على منتقدي استضافة مونديال البرازيل وكشفت أن مبلغا هائل قد صرف على قطاع التعليم وقطاع الصحة وسؤالي هنا لك علي فرحة مراسلنا في البرازيل عندما تقول رئيسة البلاد دلما روسيف أن 1.7 تريليون ريال صرفت على قطاعي التعليم والصحة أي ما يعادل 560 مليون يورو لماذا إذن هذه الاحتجاجات؟ يعني بطبيعة الحال كما أصدف شرب البرازيل ما زالت تعاني من بعض الأمور الاحتياجية للمواطنين البرازيليين مع العلم والموضوعية العالمية فإن الحكومات العمالية التي تعاقبت على حكم البرازيل يعني لويس إناسيو دولا دانسيلفا والآن دلما روسيف قد أعطوا هذين القطاعين حيز كبير من الميزانيات وبالتالي فإن البرازيل اليوم تسعى من أجل استدعاء أطباء من الخارج على سبيل المثال من كوبا من أجل ملء الشواغر في المستشفيات التي تعاني من مقص في الطاقم الطبي ولكن ما زال هناك معاناة ولذلك الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف تقول ردا على منتقديها بأن ميزانيات أو ميزانية التعليم والصحة تفوق 212 مرة أكثر من ميزانية كأس العالم التي لم تتجاوز 27 مليار دولار كما قالت وبالتالي فإنها تقول بأن هذه إلى جزء منها هو من أجل إفشال هذه المناسبة في البرازيل وتتهم خصومها السياسيين لأنهم يستغلون هذا الأمر من أجل إبراز وكأن الحكومة العمالية توجهت عن المطالب الشعبية باتجاه بناء البنية علي سؤال أخير في هذا الموضوع ماذا لو شهدنا بعض الاضطرابات غدا وقام عمال المترو بالإضراب مجددا في قبل الافتتاح كيف يمكن أن يؤثر هذا الموضوع على الافتتاح وعلى محبي كرة القدم وبالخاص السياح الذاهبون البرازيل لمشاهدة المباريات باختصار لو سمحت يعني حكومة ولاية سلطولو قالت بالأمس أنها تملك لم تكشف عن هذا الأمر ما هي الوسائل البديلة عن موضوع المترو ولكن كما قلت لك في الصابق تدخل المحكمة العمل العليا يعتبر وكأنه حسم الأمر حيث أن المفاوضات تدور الآن على إعادة 42 موظفا كانت الولاية قد طردتهم من المترو من أجل إعادة العمل أعتقد أن إذا ما أصر العمال على الإضراب سيكون هناك مشكلة حقيقية في موضوع النقل ولكن الأمور تجري من أجل حل هذا الموضوع حتى مسائل اليوم نعم نعم علي شكرا لك ومن الاضطرابات ومشاكل المترو إلى بعض التعديلات التي طرأت في هذا المونديال حيث لا مكان للشك في القرارات التحكمية في مونديال برازيل أنظمة جديدة فرضتها الأخطاء السابقة وتعديلات في نظام المباريات بسبب الأجواء المناخية بعد موضوع 2010 في جنوب أفريقيا والخطأ الفادح في مباراة ألمانيا وإنجلترا توعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمعالجة جذرية لتقنية خط المرمى نظام جول كونترول سيكون الحل الأمثل لحسم دخول المرمى من عدمه الملاعب الاثنى عشر المضيفة للعرس الكروي ستشهد تطورا فريدا من نوعه يستخدم للمرة الأولى في كأس العالم سبع عدسات تصوير ستكون خلف كل شباك وفي حال تسجيل الهدف ستصل رسالة ضوئية للحكم في غضون ثانية من خلال ساعة يضعها في معصمه يجب تقبل فكرة أن الحكم يمكن أن يخطئ هذا ليس جزءا من المباراة بل جزءا من حياة الإنسان مثل أي شخص وحين لا نرتكب خطأ النصف الصحفيين سيتركون عملهم لأنهم لن يجدوا ما يتحدثون عنه كأس القارات مثلت مسرحا للتقنية الجديدة فأظهرت فعليتها كما الحال قبل ساعات على انطلاق كأس العالم فقام الحكام بتجربة أخيرة من خلال تسديد 2400 ركلة فكانت النتيجة 100% تحديد مسافة وقوف خط الدفاع من خلال الرذاذ المتلاشي عند تسديد ضربة حرة ويختفي بعد دقيقة واحدة تجربة لاقت نجاحا في بطولة العالم للأندية في المغرب تعديل آخر ستشهده الملعب البرازيلية لكن هذه المرة بسبب العوامل المناخية صيعت الحكم وقتا مستقطعا في حال ارتفع الدرجات الحرارة عن 30 درجة مئوية حكم المباراة والطبيب المختص صاحب القرار حيال الوقت المستقطع مدرب منتخب إيطاليا أول من أثار الجدل في هذا الموضوع وذلك خلال المشاركة في كأس القارات حين قال إن ثمانية من لعبيه طلبوا منه التبديل بسبب الحر الشديد إذن هي ثلاث تعديلات جوهرية في هذا المونديال تقنية خط المرمى الرذاذ المتلاشي ولدينا أيضا الوقت المستقطع في حال ارتفع الدرجات الحرارة وهنا نسأل شربل شربل تقنية خط المرمى هل ستشكل الحل المناسب للغط الذي يحصل أحيانا في بعض المباريات بسبب عدم المعرفة إذا ما تخطت الكرة خط المرمى أم لا؟ يعني هو الحل الذي بحثت عنه الفيفا منذ زمن بعيد تم تجربته في العديد من البطولات إن كان البطولات الوطنية على الصعيد الأوروبي أو البطولات الدولية التي اعتمدها الفيفا في الأعوام الأخيرة من بطولات الشباب والناشئين هي تقنية مهمة جدا لإبعاد أي لغط على المونديال ربما الحادث الأشهر في تاريخ المونديال كانت في عام 1966 نهائي المونديال بين ألمانيا وإنجلترا والهدف الشهير الذي سجله جيف هورست واحتسبه الحكم السويسري جودفريد دينست من دون أي إشارة من الحكم المساعد السوفيتي توفيق بهراموف والحديثة الأشهر كانت كما رأينا في التقرير حدثت هذا فرانك لامبارد خورخي لاريوندا الحكم الأورجواني لم يشاهد أيضا أن الكرة تخطت خط المرمى وبالتالي الفيفا بحث عن حل وكان الحل الوحيد هو اعتماد تقنية تكنولوجيا خط المرمى لا ألم إن كانت هذه التقنية ستحظى بالتأييد الواسع لأنها تحول كرة القدم إلى لعبة كرة المدر لكن البعض هنا يقول أنه لا يعي لهذه التقنية خاصة أنها تزيل بعض التشويق والإثارة من كرة القدم ليس فقط التشويق والإثارة كرة القدم جميلة بطابعها الإنساني محبو كرة القدم الحقيقية يحبون الطابع الإنساني الإثارة للجدل دائما في المباريات هم ضد استعمال أي تقنية تحول دون وجود هذا الطابع الإنساني كرة قدم جميلة بأخطائها جميلة بلحظاتها الحساسة وهي اليوم تتحول إلى كرة المدرب ربما مع اعتماد هذه التقنية الجديدة وكنت قد ذكرت قبل قليل بعض الحكام حكم مباراة الافتتاحية سيكون يويتشي نيشيمورا الياباني هو سيحكم مباراة كرواتيا والبرازيل للبرازيليين ذكرى سيئة مع هذا الحكم حيث كان هو من حكم مباراتهم مع هولندا في المونديال السابق وخسروا بهدفين لواحد إلى أي مدى ستتأثر معنويات البرازيليين عندما نقول لهم أن هذا هو الحكم نيشيمورا الياباني سيحكم لكم لقاء الافتتاح لا أعتقد أن معنويات اللاعبين البرازيليين ستتأثر على هذا الصعيد وخصوصا أن الحكم نيشيمورا حكم يمكن لمنتخب برازيلي مغير تماما على المنتخب الحالي الذي يشارك في مونديال 2014 هو المنتخب المختلف تماما لا أعتقد أن اللاعبين البرازيليين سيعانون من هذه العقدة وخصوصا أن المباراة الافتتاحية ستكون مهمة جدا بالنسبة إليه إلى أبعد الحدود عندما ستصدح الحناجر بالنشيد الوطن البرازيلي أستطيع التأكيد بأن اللاعبين البرازيليين سيتحولون إلى ربما وحوش على أرض الملعب سينسون أي شيء آخر ويصعون إلى الفوض قلت لي أنك ستحدثني عن حادثة ملاكة ما حصلت مع نيشيمورا في إحدى البطولات نعم الحكم نيشيمورا لا يملك تاريخ كبير على صعيد ذكرات القدم العالمية ولو أنه واحد من خمسة حكام فقط سيكونون موجودين في المونديال الحالي بالنسبة إلى الحكم الذين حكموا في عام 2010 أشهرهم طبعا هو الحكم الإنجليزي هاورد ويب نيشيمورا ربما يلفد بأنه الحكم الأسيوي الوحيد الذي أدار مباريات في كأس الأمم الأفريقية عام 2008 لكن قبلها وفي كأس العالم للعبين دون 17 عاما تحول إلى كيس ملاكة من خلال مباراة مصر وأنجولا ضد منتخب أو ضد لعبي منتخب أنجولا الذين هاجموه بدروة ولم يتجرع على رفع البطاقة الحمراء في وجه أي منهم ولهذا السبب اتخذ الفيفا قرارا وقت ذاك بعدم استماح له بتحكم أي مباراة ضمن هذه البطولة وأوقف منتخب أنجولا لخمس سنوات هل تبرز هذه المعطيات شخصية ضعيفة لهذا الحكم؟ أعتقد أن الفيفا يعلم تماما بأن هذه المباراة أهميتها بالنسبة إليه أبعد من اختيار حكم الفيفا يريد إشراك كل القارات في المباراة الافتتاحية البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية هي طرف كرواتيا من قارة أوروبا هي طرف أراد أن يكون هناك حضور أسيوي في المباراة فأختار الحكم نيشيمورا لقيادتها وأيضا ربما هناك يكون نوع من الغزل من قبل سيب بلتر إلى الاتحادات الأسيوية الاتحاد الأسيوي تحديدا نرى أنه تحت ضغوط كبيرة وخصوصا من الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يمارس ضغوطا على سيب بلتر لعدم الترشح لولايات الجديدة أعتقد أنه محرش في مكان ما وبدأ يجمع بعض الحلفاء ومن نيشيمورا والتعديلات وسيب بلتر سننتقل إلى ممثل العرب الوحيد للعربي ممثلهم وسفيرهم في ملاعب البرازيل منتخب الجزائر فعالب الصحراء يطوقون لإنجاز كبير بعد مفاجآتهم السارة في أول مشاركة قبل 22 و30 سنة المدرب البوسني وحيد خالي لزيتش يقود الخضر بالاعتماد على تشكيلة محترفة والأمال معلقة على نجم فالنسيا سوفيان فيغولي تعد الجزائر صاحبة إحدى أقوى المفاجآت في تاريخ المونديال ففي مشاركتها الأولى في إسبانيا 82 ألحقت خسارة غير متوقعة بألمانيا الغربية العريقة بهدفين أخضر بالرومي ورابح ماجر وبرغم فوزهم على تشيلي خرج لعب محيد دين خالف لمؤامرة تاريخية بين ألمانيا والنمسا في خيخون أطاحتهم من الدور الأول وبعد أربع سنوات كرر محارب الصحراء بلوغ المونديال في المكسيك لكنهم خرجوا من مجموعة صعبة ضمت البرازيل وإسبانيا وبرغم إحرازه كأس أفريقيا 90 على أرضه لمرة وحيدة في تاريخه عرف منتخب الخضر مرحلة عقم لست سنوات لكن المستوى تحسن تدريجيا لغاية 2004 ثم عرف جيلا جديدا ذكر بالماضي وضم رفيق صيفي ومجيد بوغيرا وكاريم زياني بعد عودة رابح سعدان تأهلت الجزائر مجددا إلى المونديال الأفريقي بعد مباراة فاصلة ونارية مع مصر في الخرطوم عرفت بموقعة أم درمان في جنوب أفريقيا تعادلت الجزائر مع إنجلترا لكنها خسرت مرتين أمام سلوفينيا والولايات المتحدة وخرجت برأس مرفوعة من الدور الأول بعد جنوب أفريقيا ومشوار متواضع في كأس أفريقيا الأخيرة لم تضع الجزائر البوصلة في تصفيات مونديال البرازيل فاز البلد الأصي لزيندين زيدان وبنزيمة وسامير نصري خمس مرات من ست مباريات في مجموعة وصفت بالحذرة مع مالي بنين ورواندا وفي الملحق وقعت أمام أحد أنشط المنتخبات فتأخرت ذهابا على أرض بوركينافاسو لكنها حجزت بطاقة المونديال بهدف على أرضها قاد خليل زيتشكو ديفوار إلى مونديال 2010 لكنه أقيل قبل النهائيات لفشله في كأس أفريقيا في أنجولا لكن هذه المرة سينجح بالانضمام إلى لائحة المدربين اللاعبين في المونديال بعدما مثل يوغزافيا في إسبانيا 82 كلاعب بديل اشتهر المدرب المصاب في الحرب البصنية في فرنسا مع نادي نونت وختم مسيرته مع باريسان جيرما قبل أن يدربه ويعرف تجربة عربية في الرجاء البيضوي المغربي ثم الاتحاد السوفيتي يعتمد بن الحادية والستين على القائد مجيد بوغيرا فوز غلام إسلام سليماني سوفيان فغولي والمنضم حديثا نبيل بن طالب لاعب توتنهام يعد سوفيان فغولي القلب النابض في وسط منتخب الجزائر حمل ألوان منتخب فرنسا للنشئين والشوبان قبل أن يعود إلى بلده الأم بدأ ابن الرابعة والعشرين مسيرته في جرونوبل بعد رفض باريسان جيرما تجربته فبقي ثلاثة مواسم معه قبل الانضمام إلى فالينسيا الإسباني في 2010 بدأت رحلته مع الجزائر قبل ثلاثة أعوام فكان أساسيا مدى كالوقت وفاعلا في تشكيلة المدرب خليل زيتش سنتحدث كثيرا عن المنتخب الجزائري وسيشاركنا شرب الفرأي في هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير لا تذهب بعيدا أهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين إلى الحلقة الأولى من برنامج ميدان المونديال الذي سنطلعكم فيه على أخبار كأس العالم 2014 والتي ستنطلق غدا في البرازيل سنتحدث في هذا المحور عن منتخب الجزائر المنتخب الجزائري وقع في المجموعة الثامنة سيفتتح مبارياته يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة بلجيكا والتي قال أنها من أقوى المنتخبات في هذه البطولة ثم ستلتقي مع روسيا وكوريا الجنوبية شربل إلى أي مدى سيختلف شكل المنتخب الجزائري في هذه النسخة من المونديال عن النسخة السابقة في مونديال جنوب أفريقيا هو بطبيعة الحال يختلف جدا استنادا إلى الثقافة التي يعتمدها حاليا المنتخب الجزائري في اللعب رأينا المنتخب الجزائري ينتقل من المدرب المحلي رابح سعدان إلى المدرب البوسني فاهيد خالي لونزيتش وبالتالي هناك مقاربة أخرى للمباريات إن كان معليل ران باريس جرما قام بعمل كبير حتى مع منتخب كود ديفوار عندما قاده إلى نهايات كأس العالم كما ذكر التقرير هو من المدربين الاستثنائيين الذين يمكنهم نقل المنتخب الجزائري إلى مرحلة أخرى على الصعيد المونديالي على الصعيد العالمي برأي الشخصي المجموعة مجموعة فيها روسيا كوريا الجنوبية بلجيكا بوجود منتخب جزائري من هذا النوع هو منتخب مختلف جدا على عقلية عقلية الفوز مختلفة أيضا يمكن للمنتخب الجزائري الخروج من هذه المجموعة والتأهل إلى الدور الستة عشر قبل أيام قليلة شربيل فازت بلجيكا على المنتخب التونسي بهدف من دون مقابل مع العلم أن منتخب تونس ترضى له لاعبه عصام جمعة منذ الدقيقة الثالثة والستين إلى أي مدى هذه النتيجة ستعطي دافعا معنويا إيجابيا للمنتخب الجزائري في لقائه أمام بلجيكا والتي تعد الأقوى في المجموعة الثامنة أعتقد أنه لا يمكن أخذ المباريات الودية أو المباريات التحضيرية معيارا للحكم على بعض المنتخبات المنتخب البلجيكي هو من المنتخبات المرشحة اللعب دور الحصان الأسود خلال نهائيات كأس العالم وبالتالي يعرف جيدا المنتخب الجزائري بأنه سيواجه الخصم الأصعب في هذه المجموعة لأن روسيا هي غير روسيا البطولات السابقة منتخب روسيا قادم اليوم إلى المونديال بمنتخب محلي صرف لم يصبق لأي من لاعبيه أن شاركوا في نهايات كأس العالم اللعب الوحيد هو يوري جيركوف الذي شارك في كأس العالم وبقيادة مدرب مخاضنة صعيح فابيو كابيلو لن يشارك في كأس العالم كوريا جنوبية أيضا في نهايات المطاف هي منتخب أسيوي بعيدة جدا عن المستوى الأوروبي وبالتالي يعلم المنتخب الجزائري بأنه سيكون أما أصعب ضد بلجيكا مقارنة بالمنتخبين الآخرين إذا أردنا أن نتحدث عن نقاط القوة في هذا المنتخب منتخب الجزائر ما هي نقاط القوة؟ أعتقد أن نقطة القوة عند المنتخب الجزائري حاليا هي الخبرة التي اكتسبها لعبوه في الفترة الأخيرة وخصوصا اللعبين الذين يخدون غمار الدور الإيطالي نرى أن حسن يبدأ الذي يلعب مع أودينيزي موجود في المنتخب الجزائري أيضا سوفيان فيغولي لعب فالينسيا سفير طايدر من انتر جمال مصباح من ليفورنو أيضا هناك فوز غلام من نابولي إضافة لمجيد بوغرة من الإخوية هم يملكون الروح القطالية فعلا روح محاربي الصحراء تكون لديهم على أرض الملعب وبالتالي يمكن لها ليتزيدش الاعتماد بشكل كبير على هذه المسألة لأن الالتحامات البدنية أو القوة البدنية حاليا عامل أساسي في كرة القدم بعيدا من الفنديات التي لديها أهمية أيضا لكن المنتخب الجزائي يمكن أن يعتمد على هذه النقطة لذهاب بعيدا في مونديال 2014 يعني كنت تتحدث عن خليلوزيتش في الأوينة الأخيرة لاحظنا أن هناك بعض المشاكل بينه وبين اتحاد كرة القدم الجزائري هل يمكن أن يعكس هذا الخلاف بينه وبين الاتحاد على اللاعبين ومعسكرهم وتحضيراتهم لهذا العرس العالمي الأمر اللافت أن أولى مشاكل خليلوزيتش مع الاتحاد الجزائري كانت لمصلحة الكرة الجزائرية أولى المشكلات كانت إجبارها الاتحاد الجزائري لأخذ جواب نهائي وفاصل من بعض اللاعبين الذين يملكون جنسية مزدوجة هنا الكلام عن فوز غلام عن ياسين إبراهيمي بعدما اختار طبعا سوفيان في غولي اللعب لصفوف المنتخب الجزائري وتناسي جنسيته الفرنسية وطلب أيضا من فوز غلام وياسين إبراهيمي حسم هذا الموضوع وضغط على الاتحاد الجزائري ولوح بالاستقالة حتى إذا لم يتحقق مطلبه وبالفعل فوز غلام وياسين إبراهيمي اليوم سيرتدون ألوان الجزائر لا أعتقد أن هاليلوزيتش ومشاكلهم على الاتحاد الجزائري سيتأثر بها المنتخب بخلال المونديال لأنه هو يسعى إلى النجاح بطبيعة الحال لديه خيبة كبرى لأنه لم يستطع مشاركة منتخب ساحة العاش في المونديال السابق وبالتالي هو يسعى لنجاح ويسعى إلى العودة من باب المنتخب الجزائري إلى الكرة الأوروبية نعرف أن خيبته كان كبيرة عندما أقيل من تدريب باريس الجرماو وذهب لخوض مغامرات أخرى انتهت به في دينامو الزغرب حتى يعني الأمل كل الأمل أن يحقق المنتخب الجزائري نتيجة طيبة وأن يتخطى دور المجموعات على أقل تقدير سنتابع الآن الصحافة الدولية حيث ركزت اهتمامها على أبرز المنتخبات المشاركة أبرز العنوين مع زميلي مايك شالهو شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية البداية من هولندا مع صحيفة فوزك كرانت فقد أظهرت كلام رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم على بلاتر مغادرة الفيفا وعدم الاستمرار لولاية جديدة ميكاييل فان براك قال إن جوزف بلاتر يقدم صورة سيئة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكدا إن حقبته في رئاسة الفيفا انتهت براك أضاف إن بلاتر أساء إلى صورة الفيفا خلال الأعوام الأخيرة بسبب أزامات عديدة كان آخرها الاتهامات بالفساد ومنح دولة قطر شرف استضافة موديال 2022 من هولندا ننتقل إلى الصحافة الإسبانية مع اليومية أس التي عنونت بدورها ست ساعات في الصف لمشاهدة الحصة التدريبية لمنتخب إسبانيا الاتحاد الإسباني سمح بدخول ألف وخمسمائة شخص لمشاهدة لاعبي الماتادور علما أن الاتحاد الدولي أعطت ضوء الأخضر لثلاثمائة شخص فقط النتيجة أن الشوارع المؤدية إلى المدينة الرياضية في كورتيبا قد غصت بالجمهور الذي قدر عدده بعشرات الآلاف من إسبانيا ننتقل إلى الصحافة الإنجليزية مع ديلي ميل التي عنونت بدورها كريستيانو رونالدو ساعد البرتغال على التغلب على إيرلندا في آخر المباريات الاستعدادية أفضل لاعب في العالم بات حاضرا بدنيا وذهنيا لخوض غمار كأس العالم تغلب على الإصابة والإرهاق بعد موسم طويل مع ناديه ريال مدريد المدرب باولو بنتو أكد عودة لعبه راول ميرلس بعد تعرضه للإصابة أيضا نهاية الجولة من الأرغوي مع صحيفة أوباسيون دي خيتال اليومية الأرغوانية أظهرت كلام مارادونا أرغوي تعتمد على سوراس أفضل مهاجم في العالم الأسطورة الأرجنتينية اعترف بأن أي منتخب في العالم يحلم بمهاجم من طراز لوي سوراس مارادونا تغنى بأداء اللعب الأرغوي ووصفه بالأكثر خطورة لكونه يتمتع بالشجاعة مع خبر مارادونا نأتي إلى ختام جولتنا الصحفية والآن عودة إلى الاستوديو أشكرك مايك وطبيعي أن تعتمد الأرغوي على سوراس أفضل لعبية الدوري الإنجليزي شربل كانت هذه الصحف المنطقات من قبل زميلنا مايك شلهوب ظهر فيها عشق البرازيليين لمنتخب بلادهم هل هناك أي أخبار أخرى في الصحف لفتتك هذا النهار لفتني اليوم ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية أو الرجال الأحد عشر بالنسبة إلى المنتخب الإسباني تم اختيار التشكيلة الأساسية من قبل المدرب في سنتي دي البوسكي لماذا إسبانيا لأن إسبانيا بطبيعة الحال هي بطل من هنا تكمن أهمية هذه المسألة نرى أن خط الدفاع سيكون مشابه لجميع المباريات التي خاضها المنتخب الإسباني في الفترة الأخيرة ربما سيزار أثبيلكويتا سيكون المفاجأة في هذا الدفاع لكن أيضا هناك أمر لفت في الصحف الإسبانية وهو استمرارها في التركيز على ناديي برشلونة وريال مدريد وتنقلها أخبار هذين الناديين إن كان صحيفة سبورت التي لا تزال تتحدث عن وصول إيفان راكيتيتش النجم الكرواتي إلى صفو برشلونة أو بالنسبة إلى صحيفة ماركا التي اليوم أوردت في عنوانها الرئيسي تمديد عقد سيرجيو راموس ومنحه راتب بقيمة عشر مليون يورو سنويا نعم هم كلهم نجوم الدوري الإسباني شربل هناك الكثير من الكلام الذي قيل حول إمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم في دولنا العربية من هذه المشاكل وقبل يوم واحد من انطلاق منافسات المونديال لا يزال الكثير من الأردنيين يشتكون من ارتفاع رسوم الاشتراك في البث التلفزيوني للمباريات وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لم تعد لعبة كرة القدم للفقراء فحسب تدغلت فيها منذ سنوات عوامل التجارة ورفح والخسارة فتحولت إلى صناعة رابحة تجد في مسابقة كأس العالم الفرصة المثدة كل أربع سنوات أبرز الأمثلة الشركة صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات المونديال في الشرق الأوسط مقابل الشراكات المالية الشراكات لا يقوى عليها المواطن العربي الذي يواجه تحديات اقتصادية وحياتية متعددة جهاز غالي كثير يعني لما تحكي 250 دينار سعر اشتراك سنة مش كل مواطن يقدر يأمنه رفع سعر الاشتراك سيحرم الكثير من الأردنيين مشاهدة المباريات تلفزيونيا ضريبة المبيعات ساهمت بدورها في ارتفاع أسعار أجهزة استقبال القنوات إضافة إلى رسوم الاشتراك في القنوات المشفرة متاجر بيع أجهزة استقبال القنوات الفضائية وفروع تحصيل اشتراكات بث مباريات البطولة ارتفعت مبيعاتها كما المطاعم والمقاهي حيث سيلجأ كثير من هوات اللعبة إلى متابعة المباريات عبر شاشات التلفزة رح تكون تأثير إيجابي وسلبي تأثير سلبي أن العالم لا تكون تشترك في البيت المنزليين احتمال أكثر شي على كافهات بحضور كافة العالم وسيكون تأثير إيجابي أننا سيزيد شغلنا إن شاء الله وسيكون إقبال أكثر من أول سيقسم المواطن العربي بين شغفه للمستديرة ومبارياتها وبين واقعه الاقتصادي والاستحققات المعيشية التي تنتظره وعلى الأمل أن تتغير الحال إلى أفضل حال نشير فقط إلى أن اليوم رئيس الوزراء القطري وعد وزير الداخلية لبنانية نهاد المشنوق بأن يدرس موضوع أن يبث تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم وذلك قبل يوم واحد على افتتاح هذا العرس العالمي الآن ننتقل إلى فقرة اقتصاد المنديال مع زميلنا عبدالله ظاهر شكرا عبدالرحمن بالفعل المشاهدين سوف نكون معكم وطوال أيام كأس العالم ولمدة ثلاثين يوما مع فقرة اقتصاد المنديال سوف نضيء فيها على أخبار وقضايا تتعلق باقتصاد المنديال المنديال سيحقق أرباح قياسية مركز بودل الاستشارات عد تقرير أظهر أن كأس العالم ستحقق للاتحاد الدولي عائدات قياسية تتجاوز خمسة مليارات دولار هذه العائدات تزيد بنسبة 36% عن مونديال 2010 و110% عن مونديال 2006 الإرادات تأتي من خلال بيع حقوق النقل التلفزيوني وحقوق الرعاية والتسويق الخاص به وحقوق ترخيص المنتجات والضيافة من تذاكرة وخلافة مليون سائح سيزرون لبرزيل في المونديال بحسب توقعات هيئة السياحة تنتظر الهيئة إنفاقا قد يصل إلى مليارين و600 ألف دولار إضافة إلى ثلاثة ملايين برازيلي سينفقون نحو ثمانية مليارات دولار أرقام سوف تسمح للبرزيل بتحقيق دخل يقارب 11 مليار دولار أي أكثر بعشرين مرة ما جنته جنوب أفريقيا في مونديال 2010 الهيئة أشرت إلى أن الناتج المحلي للبلاد سيزيد واحدا في المئة هذا العام خدمة الانترنت مهددة في نصف الملاعب والسبب مشاكل في التفاوض بين الشركات الاتصالات وإدارة هذه المنشآت النقابة الممثلة لشركات الاتصالات تخوفت من عدم توفر خدمة الانترنت اللاسلكي الواي فاي في ملعب مستضيف الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا وأكدت النقابة أن هذه الخدمة ستتوفر فقط داخل ستة ملاعب من أصل 12 ملعبا تعاول رئيسة البرازيل دلمة رساف على المونديال لتحسين الاقتصاد في بلادها إلا أن النتائج حتى الآن تبدو عكسية نمو الاقتصاد البرازيلي لا يزال بطيئا ولم يتجاوز الاثنين في المئة في المتوسط خلال الأعوام القليلة الماضية رساف رأت أن إحياء الاقتصاد يتم عن طريق تخفيضات في الضرائب والانفاق الاجتماعي وتشتكي وزارة المالية من قيام وكالة ستاندر أند بورز بتخفيض تصنيفها للديوم بشكل يتناقض مع أسس البرازيل باعتبارها أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية الكلام عن نمو بطيء يتقاطع مع استطلاعات مراكز الأبحاث مركز بيو رسم صورة كشف عن أحباط واسع النطاق إزاء الاقتصاد وأداء الرئيسة رساف ستة من كل عشرة أشخاص شاركوا في الاستطلاع يرون أن استضافة كأس العالم تضر بالبلاد واقتصادها ويعتقدون أنه كان الأفضل إنفاق مليارات الدولارات على الخدمات العامة وأهمها الرعاية الصحية والمدارس والنقل العام استضافة المونديال والألعاب الأولمبية قد يؤديان إلى غلايا أسعار المنتجات الرئيسية بحسب البنك المركزي تقرير المصرف يؤكد ارتفاع المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2% حتى عام 2017 وأكد البنك في تقريرها الفصلية أن أحداث الرياضية ضخمة لها تأثير كبير في اقتصاد البلد المضيف مع هذا الخبر نأتي إلى ختام فقرة اقتصاد المونديال عودة لك عبد الرحمن شكرا لك عبد الله بالفعل باتت كرة القدم تتحكم حتى ببعض جوانب الاقتصاد في هذا العالم شرب الله فتني ما قاله عبد الله بأن المونديال حتى هذه اللحظة لعب بطريقة عكسية مع رئيسة البرازيل ديلمان روسيف أي أن ما كانت تتوقعهم مكاسب اقتصادية لم يتحقق بعد هل ستبقى هذه المؤشرات على ما هي عليها أم أن مع بداية المونديال وصولا إلى نهايته ستتغير الأمور بغض النظر عن استضافة البلدان لكأس العالم بالهدف الأول هو تحسين صورة البلد على الصعيد العالمي هناك أهدف اقتصادية بطبيعة الحال يعني عجلة الاقتصاد ستدور بشكل أو بآخر بطريقة إيجابية خلال المونديال من التجارة إلى الفنادق إلى الأسواق الاستهلاكية أيضا إلى كل شيء يختص بالجوانب السياحية أعتقد أن البرازيل ستكون المستفيد الأكبر على هذا الصعيد حتى البلدان الغنية نراها تسعى لاستضافة كأس العالم رأينا هذا الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا أيضا مع قطر هناك كان السعي وهناك حسابات لمدى تحقيق الأرباح بغض النظر عن الصورة الإيجابية التي تعكسها كأس العالم بالنسبة إلى هذه البلدان يجب أن ننتظر إلى أن تبدأ الجماهير بضخ أموالها بالتأكيد وليس فقط السياح هناك أيضا الشعب البرازيلي سيضخ أموالها بشكل أو بآخر بالنسبة إليها كأس العالم هي مناسبة للاستمتاع بكرة القدم لا ننسى أن الكرة القدم هي ثقافة عند الشعب البرازيلي وأعتقد حتى في ظل الاحتجاجات والاضطرابات الموجودة حاليا سينسى الشعب هذه المشكلات عند تحريك ضربة البداية ومن اقتصاد المونديال إلى المونديال على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة من نوع آخر لا تقل شأنا عن المستطيل الأخضر بلدان أوروبية عريقة غابت عن تصنيف أكثر خمس منتخبات شعبية في تويتر ورونالدو يحصد رقما قياسيا من حيث المتابعين حتى على تويتر نالت البرازيل والمنتخبات اللاتينية الطابع الحيزة الأكبر تفوقوا في عدد متابعيهم على المنتخبات الأوروبية المشاركة في مونديال السامبا متابعو السلساو فاق المليون واربعمائة وعشرة آلاف مستضيف البطولة تفوق بفارق بسيط عن شركته في المجموعة الأولى المكسيك منتخب لتري كولور حصد ما يقارب المليون واربعمائة وسبعة آلاف متابع كولومبيا حل ثالثة بالرغم من غياب نجمها رادم الفالكاو لوسكا في التاروس فاق عدد متابعيه سبعمائة وخمسة وستين ألفا إسبانيا جاءت رابعة حصدت خمسمائة وخمسة وسبعين ألفا متفوقة على مطاردتها اليابان على صعيد اللاعبين لم يكن مفاجئا تربع كريسيانو رونالدو على عرش أكثر اللاعبين المحظيين مليون معجب حجزوا مقاعدهم في صفحة نجم ريال مدريد فارق شاسع بين عدد معجبي صاروخ مديرا وأقرب ملاحقين البرازلي نيمار قبقوا صيني أو أدنى من وصول عدد متابعه إلى أحد عشر مليون متابع يليه نجم الشياطين الحمر وين روني بثمانية ملايين أسوة بأندريس إنياستا وجيرار بيكي أما المفاجأ فتمثلت في غياب ميسي عن المنافسة النجم الأرجنتني اكتفى بستمائة وثلاثين ألف متابع لافت جدا رقم ميسي على تويتر ستمائة وثلاثين ألف فقط في المقابل الملايين يتابعون رونالدو عبر تويتر شربل ما هو السبب؟ يعني ربما هذا الأمر يعكس الشخصية الخجولة بعض الشيء بالنسبة إلى ميسي تواصلها مع الرأي العام تواصلها أيضا مع وسائل أعلام هو قليل بطبيعة الحال بعكس رونالدو الذي نراه ناشط جدا إن كان على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام تويتر أو من خلال ظهور الإعلامي بشكل متكرر في العديد من البرامج الرياضية في أوروبا بينما ميسي هناك طابع خجول بالنسبة إليه على هذا الصعيد لكن باختصار أن هناك التصويق سيكون حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى كل هؤلاء النجوم لأن المونديال ببساطة هو محطة لإطلاق أحدث التجهيزات الرياضية أو التصويق بشكل أو بآخر عبر أسماء النجوم شربل هل تعرف كيف يلعبون كرة القدم تحت الماء؟ عمر غريب سنتعرف أنا وإياك والمشاهدين على كيفية لعب كرة القدم تحت الماء دعم المنتخب الوطني السعداداً للمونديال يدفع الكوريين الجنوبيين لممارسة السحرة المستديرة تحت الماء صعوبة التحرك تحت المياه لم تمنع هذا الغطاص من استعراض مهاراته وإلى جانبه الألاف من أسماك السردين في أكواريوم سياكس في العاصمة سيول كان العرض جميلاً جداً وممتعاً وشعبنا بطبيعته قلاق وقادر على صناعة المواجزات نأمل أن تحصل المواجزة في المونديال الجمهور أذهل بهذا الأداء الراقي ورأوا أن الشعب لا يصعب عليه شيء ومن يدعب الكرة بهذه المهارة تحت الماء يمكنه التألق في أصعب بطولات كرة القدم كأس العالم على وشك الانطلاق وقد وجدنا بهذه الطريقة المستحدثة وسيلة لدعم منتخبنا الوطني محاربو تايكوغا المصنفون في المركز السابع والخمسين في ترتيب فيفا لم يغيبوا عن المونديال في النسخات الثماني الأخيرة كانت أفضل نتائجهم بلوغ نصف نهائي عام 2002 على أرضهم وسوف يلعبون في المجموعة الثامنة إلى جانب بلجيكا وروسيا والجزائر على أمل أن تصل هذه اللعبة إلى دولنا العربية ونقوم بتجربتها شرب الكوريا الجنوبية أصبح عندها مكانة خاصة لكرة القدم داخل المجتمع الكوري وأصبحت تجلب المستثمرين ما هو واقع كرة القدم في المجتمع الكوري الجنوبي وما هي قيمة كرة القدم في هذا المجتمع طبعا هذا الأمر تبدل كثيرا الصورة كرة القدم تبدلت كثيرا بعد مونديال 2002 التي استضافته كوريا الجنوبية لبل حققت المركز الرابع في هذا المونديال أصبح الشعب الكوري الجنوبي ينظر إلى كرة القدم بشكل مغير تماما وكما حصل في الولايات المتحدة عام 1994 تغيرت قواعد اللعبة تغيرت صورة لعبة كرة القدم من جراء استضافة المونديال هذا ما حصل في كوريا جنوبية تبقى كوريا جنوبية مركزا للثقل في كرة القدم الأسيوية هناك منتخب جيد سيكون حاضر في كأس العالم أعتقد أن بلد مثل كوريا الجنوبية لن يكون مستغربا أن يكون حاضرا في المحافة الدولية لبل حتى كوريا جنوبية حاولت استضافة المونديال 2022 وحلت في تصويت في المركز الثاني خلف قطر وفي حال صحبة المونديال من قطر قد تكون كوريا جنوبية مجددا محطة لاستضافة كأس العالم في ميدان المونديال شربيل ليس فقط لعب كرة قدم تحت المقبل فيها لأيضا تلعب كرة القدم إذن في العاصمة التايلندية القديمة الطلاب يتحدون الفيلة فالما الغلب انحبست الانفاس لمعرفة الغالب والمغلوب في مباراة من نوع آخر استضافتها محافظة يوتايا على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة التايلندية بانكوك تفاهم أبرز المنتخبات المشاركة في المونديال يتحدى الطلاب لا يتجاوزون الخمسة عشرة سنة أعلم برازيل وأسبانيا وإنجلترا واليابان وغيرها رسمت على أجساد الفيلة استغلت صبيات المدارس سرعتهم لشن هجمات خاطفة غير أن الفيلة تستعانت بحجمها الضخم لتغطي جنبات المرمى عند تعرضها للهجوم كما استغلت ضخامتها لشن هجمات أثارت فزع الخصم خفت على نفسي من الموت داسا تحت أقدامهم لذلك كنا نبتعد عن طريقهم عندما يشنون هجمات كما وجدنا صعوبة في التسجيل لأن الفيلة تغطت كل جنبات المرمى التعادل بثلاثة أهداف لمثلها فرض نفسه على مدار نصف ساعة من المباراة وبعد الصراحة حسم الطلاب المباراة بركلات الترجيح بخمسة أهداف لاثنين فانتصر العقل والمنطق على الضخامة والقوة وإن بركلات الحظ فقد استخدمنا عددا من الكرات الصغيرة والكبيرة وبعضها لم يعد صالحا للاستخدام وكنا قلقين على سلامة الطلاب لكننا أقمنا هذا النشاط لحفظ تايلنديين على الاستمتاع بجمالية كرة القدم والمرح والابتعاد عن المراهنات والمقامرة قدم منظم المباراة ميداليات للتلاميذ لأنهم يستحقونها بسبب شجاعتهم ووقوفهم أمام الفيلة يعني بالفعل يجب أن نخاف من هكذا مباراة كرة القدم مع الفيلة ونعيدكم بكثير من هذه الأخبار خلال ميدان المونديال على مدى شهر كامل خلال هذا العرس العالمي شربل كما نعلم أن في تايلند هناك أيضا أزمة سياسية نرى أن كرة القدم أيضا تنتشر في هذه المناطق المضطربة من العالم كيف يمكن أن يبث المونديال هذه الأجواء والروح الإيجابية والفرح عند الناس ونعلم أن هذه من أسمى الأهداف التي يسعى إليها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعني عادة كرة القدم وتحديدا المونديال يبث الروح الوطنية عند الشعوب وخصوصا أو تحديدا شعوب المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكن بالنسبة إلى تايلند الأمور مغايرة تماما تايلند اليوم مقصومة على نفسها إذا أمكن القول سياسيا هناك مشكلات عبداللبل المشكلات الرياضية في تايلند كثيرة ربما المراهنات التي تجتاح البلاد وتؤثر على كرة القدم بشكل مباشر يريد التايلنديون التخلص منها عبر تسويق كرة القدم وفق فكرة مغايرة كما هو حال تسويق شركات التسويق لمنتجاتهم خلال المونديال الكل يريد أن يستغل أو يستخدم المونديال لتسويق أفكار معين وهذا ما يحدث في تايلند حاليا وربما ما يحدث في بعض البلدان الأخرى بشكل آخر ومن زاوية أخرى يعني أتيت على سيرة المراهنات كيف يمكن أن أتوقع أن تكون حركة المراهنات في هذا المونديال حيث يقال أنه سيكون أكبر حدث للمراهنات ممكن في تاريخ كرة القدم هذا ما يتوقعه الفيفا أيضا هذا ما يتوقعه مركز الأمن أو حفظ الأمن في الفيفا هناك تحقيقات ميدانية جارية على نطاق واسع لتفادي هذه الآفة سبق وأن ذكرت وكالة رويترز بأنه تم بالفعل الاتصال ببعض الحكام واللاعبين قبل انطلاق كأس العالم من كبل مافيات المراهنات وهو أمر خطير وخطير جدا هناك أكثر من مئة مباراة تحوم الشكوك حولها وهناك أيضا تحقيقات جارية حول بعض المباريات على أمل أن يتأثر المباراة وتتأثر النتائج الفنية بالمراهنات لأنها فعلا هي الأفة التي تضرب كرة القدم حاليا وربما الأفضل بالنسبة إلى العالم هل ستكون المبالغ ضخمة؟ بالتأكيد هي المبالغ الأطخم ستكون في كأس العالم هذا ما تشير عليه التوقعات أشكرك جزيل الشكر شرب الكريم صحفي متخصص في كرة القدم العالمية أشكر أيضا مراسلنا من برازيل علي فرحات كان معنا في القسم الأول من هذه الحلقة الأولى من ميدان المونديال الموعد يتجدد غدا في التوقيت نفسه عند الرابع بتوقيت القدس الشريف السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر